بعد شعوره بأن أنظار العالم تشتتت عن بلاده وأن الكونغرس أدار ظهره لتقديم المساعدات المرجوة يعيش فلوديمير زيلانسكي حالة قلق غير مسبوقة ففي زيارته الأخيرة إلى واشنطن واجه خلالها تحديات كبيرة في تحقيق المساعدات المأمولة تظهر نتائج مخيبة لهذه الزيارة وغير متوقعة خصوصا بعدما فقد زيلانسكي هذه المرة الكثير من المراسم الترحبية التي كان يتلقاها في زيارته السابقة من جهته الكريملين قلل من أهمية الزيارة مشيرا إلى أن عشرات مليارات الدولارات التي ضخت لأوكرانيا لم تساعدها على النجاح في ميدان المعركة وعشرات مليارات الدولارات الإضافية التي ترغب فيها أوكرانيا سيكون مصيرها الإخفاق الكبير في سياق هذه التحولات يطالب الكونغرس بوجود استراتيجية واضحة من قبل كييف للموافقة على تقديم المزيد من المساعدات يؤكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن الأعضاء ينتظرون توضيحا للخطة التي ستضمن نجاح أوكرانيا في مواجهة التحديات وفي مواجهة هذه الضغوط أعربت إدارة بايدن عن استعدادها لدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون دولار لكن هذا الطلب يواجه رفضا من الكونغرس ويربط حل هذه القضية بالاتفاق بملفات داخلية بشأن إصلاحا جذريا للحدود والهجرة وفي ظل هذه المستجدات يبقى السؤال ما مصير الحرب مع روسيا بعد ارتفاع كلفتها وتململ حلفاء كييف؟ ترجمة نانسي قنقر